من ساعة ما ظهرت ملامح قانون التصالح على مخالفات البناء والناس بتسأل عن تفاصيل كتير عايشينها في قصة البناء المخالف ده وعاوزين يعرفوا وضعهم وهي المخالفات اللي هيتم على التصالح وهيدفع كام؟ وهل القانون في باب للشيطان؟ والسلبيات بتاعة القانون الأديم؟ طب ايه مصير الناس اللي قدمت طلبه التصالح قبل كده ودفعه؟ ولو أنا مخالف وما دفعتش ايه اللي هيحصل؟ طب لو أنا ساكن وفي عقار مخالف ومش هينفع في حالته تصالح مصيري ومصير عيالي فين؟ كل سؤال بجر معامي سؤال هنحاول في بانكير نجاوب على قد ما نقدر في الحقيقة قانون تصالح على مخالفات البناء من أكتر القوانين اللي أثرت على الناس من أول قانون وقف المباني من أكتر من سنتين في القرى والمدن لغاية البرلمان ما ياخد قرار ومصر كلها كانت منتظرة صدور القانون وأخيراً ظهرت ملامح قانون تصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بي في الأول نازم نعرف أن القانون الجديد وهو برقم 187 لسنة 2023 اتعمل عشان يخفف الجراءات ويسهلها بعد ظهور عيوبها عند التنفيذ يعني القانون المفروض أفضل من اللي قبله طب نروح نشوف ملامح القانون أول حاجة أنت بتقدمها يعني بتروح في عدم طلب تصالح وبتدفع مبلغ جديد التصالح عشان تكمل في بقى الجراءات ولو طلبك ترفض تسترد فلوسك كمان القانون نظم عملية تقديم طلب التصالح نفسها يعني القانون بيقولك تقدم طلب التصالح للجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون بس خلي بالك المدة دي مش نهائية أو من حق رئيس الحكومة يمدها بحد أقصى 3 سنين وده بعد سداد رسوم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الغير نقلي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقلي وبما لا يتجاوز 5000 جنيه وبعدها سداد مقابل جديد التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه ولحة تنفيذية بتتحدد فعيات الرسوم ونسب مقابل جديد التصالح وتقنين الأوضاع وبعد ما تخلص تقديم ودفع من حقك تاخد شهادة فيها رقم المخالفة وتاريخ القيد والمستندات المرفقة وبتروح تكمل إجراءاته والشهادة دي بتروح بيها المحكمة ولو في مشكلة قانونية على الوحدة أو العقارة وخلي بعلك طلب التصالح كأن لم يكن لو عد عليه 6 شهور على سلام شهادة مقدم طلب التصالح للشهادة المشار إليها وعدم استكمال المستندات والإجراءات وبخصوص الناس اللي أقدمت في القانون الأديم حسب الليحة الجديدة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات اللي تقدمت قبل كده ولم يتم البت فيها أو لم تمقد موعيد فحصها بحسب الأحوال هيتم حالتها للجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة بس مع مراعات ما يأتي عدم سداد رسوم فحص جديد أو مقابل جديد التصالح في حال سداده قبل كده اثنين أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار اللي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون الأديم وما ترأ عليه من تخفضات ثلاثة ووقف نظر الدعاوة المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في العمال المخالفة محل الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم بحسب الأحوال ولو أنت عدمت في النظام الأديم على التصالح في المخالفة وتقنين الأوضاع دلوقتي تقدر تتظلم تاني خلال 30 يوم من تاريخ العمل بالقانون الجديد وبالتالي بالنسبة للناس اللي بتسعيل عن مصير المخالفات اللي اترفضت القانون الجديد هو اللي هيحسم الموضوع بعد إعادة الفحص التظلمات وفي حال الرفض برضو هيكون فيه جراءات تانية زي الإزالة أو الاسترداد لأنه في حالات الرفض التصالح بتكون محدودة سواء بناء على أرض دولة أو مباني خطرة أو في حيث خطر وهنا لازم يكون فيه إجراءة للسلامة وحفظ حق الدولة ولو أنت مخالفة ما دفعتش أو مش عاوز تصالح بنحب نقول لك أن القانون ده آخر فرصة عشان تقنن بيتك أو شائتك المخالفة لأنه بعد كده هيكون فيه إجراءات بغرامات لأنه في النهاية ده حق دولة طب الناس اللي قدمت على تصالح زمان ودفعت وخدت شهادة التصالح وحد هيتعرض لها؟ لا طبعاً محدش هيتعرض لها لأنه نازي دفعت للدولة حسب قانون كان موجود طب مين هيدفع قيمة التصالح؟ النقطة دي حسمها القانون برضو لأنها أكتر نقطة كان خلاف عليها ودلوقت هيدفع المالك أو المؤجر وليس المستأجر وبخصوص قيمة رسوم التصالح فدي بتختلف حسب المكان والمساحة أو بتكون كمان حسب قيمة سعر المتر لكل منطقة والمستوى العمراني والحضارات وتوافر الخدمات لكن على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه وعلى فكرة فيه كمان استثناءات في قيمة الرسوم دي وبيطلحها مجلس الوزراء في حالات معينة طب نيجي لسؤال الأهم واللي سبناه للآخر إيه هي الحالات اللي يجوز فيها التصالح؟ افتح معنا القانون الجديد وهتلاقي مكتوب أول حاجة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تصلية معتمدة اثنين التعديات الواقع على خطوط التنظيم المعتمدة أو الاعتماد خط التنظيم أو الواقع على الشوارع التخطيطية غير منفذة على الطبيعة ثلاثة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وصحاب القانون أربعة المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز خمسة المخالفات التي تمت بالعقرات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ستة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة سبعة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما توافق على طلب تقنين وضع الجد وفق للقوانين المنظمة تمانية تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية وأخيرا البناء الخارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات كانت معكم هالل بشيتي من بانكير شكرا لكم بانكير نض البنوك اشتركوا في القناة